الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أعزائي المشاهدين متابعي قناة الأنيس حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوان ومثواكم نواصل معكم في كتاب الصلاة من سلسلة الفقه الميسر واليوم إن شاء الله أعددت لكم تحفة طيبة كريمة سيكون موضوعنا هو الكلام على الأذكار بعد السلام الآن أيها المصلي وصلت إلى آخر الصلاة قلت السلام عليكم ورحمة الله بعد السلام هل انتهى وقت الأذكار بعد السلام هناك أذكار هناك أذكار يستحب لك أيها المسلم أن تقولها بعد الصلاة بعض الناس غي سلم يقوم ينصرف ما يجيب لا ذكر لواله وهذا خلال السنة يقول الله تعالى في محكم تنزيله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم هذه آية تدل على أنه يستحب للمسلم أن يذكر الله عز وجل بعد التسليم من الصلاة وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان كي سلم يذكر الله سبحانه وتعالى والحكمة ما هي الحكمة الحكمة أن العبادات العظيمة تختتم بالذكر هذه العبادات العظيمة كي نكملوها بعد من ما نكملوها واش نديرو نجيبوا الأذكار انظروا إلى الحج يقول الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم كتكملوا الحج إذا أتممتم مناسك الحج فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى سوفوا صلاة الجمعة ماذا يقول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة يعني صلاة الجمعة فاذكروا الله دكرا كثير فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إذن هذا كذلك بعد السلام المسلم الحريص على دينه يشتغل بهذه الأذكار وهذه فايدة لأنه بعد هذا الأذكار ستحصل أجر عظيم جدا ونعطيك فايدة أخرى أن هذا من أسباب الخشوع في الصلاة الصلاة بيش تكون كاملة تأتي بهذه الأذكار لأن الإنسان في الصلاة تتعاه ربما يغفل ربما يسهو فهذا الأذكار تجبر هذا النقص فمن أسباب الخشوع في الصلاة أن تأتي بهذه الأذكار إن النبي صلى الله عليه وسلم حارصا على أن يعلم أمته هذه الأذكار ولهذا في مرة من المرات أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد معاد رضي الله عنه قال له والله إني لا أحبك في الله لا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحرس أن يعلم معاد هذا الذكر الذي يقال بعد السلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك العلماء جمعوا لنا كتبا فيها الأذكار التي تقال بعد السلام لماذا أقول هذا الكلام يا إخواني لأننا ونحن نصلي غير نكبنوا الصلاة نشوفوا الناس مباشرة يخرجوا من المجد ولا مباشرة يقوموا ينفلوا ما معنى هذا؟ معناها أنهم أرامش يجيبوا الأذكار فإذا كانوا جاهلين بالأذكار هذا مقام التعليم إذا كانوا غافلين نبههم على فضلها بعد السلام ما كاش عبادتك تتقرب إلى الله بها من مثل الإتيان بهذه الأذكار يا إخواني الذي يأتي بهذه الأذكار هو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات نبهوا لأن النساء في العادة يصلوا في البيت غير تسلم صحيح ما كان لأذكار لأولو يقول الله عز وجل وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرا وَالذَّاكِرَاتَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا فإذا كنت أيها المسلم إذا كنت أيها المسلمة تحافظين على هذه الأذكار بعد الصبح بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء فأنت أيها المسلم وأنت أيها المسلمة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات خمسين عام تصلي ما تعرفش هذه الأذكار هذه الفرصة تابع معي الآن ماذا يقول المسلم بعد الصلاة بعد الصلاة بالطبع هذا الأذكار مستحبّة مَرَيْشْ وَاجِبَةً أول ما تقول السلام عليكم بعدها تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تقولها ثلاثا لماذا تستغفر ثلاثا لأنك في الصلاة تكون غفلت تكون سهيت فهذا الاستغفار تستغفر الله عن التقصير عن السهو الذي وقع عليك في الصلاة تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وبالمناسبة الإمام الإمام يقول ها هو مستقبل القبلة النبي عليه الصلاة والسلام كيف يقول السلام عليكم يقول هو على هيئته مستقبل القبلة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومك السلام تبارك تيد الجلال والإكرام ثم كان ينصرف ويقابل الناس ويكمل الأذكار بعد هذا ماذا تقول؟ تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله التناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لي ما أعطيت ولا معطي لي ما منعت ولا ينفع دا الجد ومنك الجد كين أذكار أخرى؟ هذا الأذكار ربما تتبالك بزاف كثيرة لكن لا الشاب اللي يعرف يقرأ يجبد غي حسن مسلم وربما كين مطويق يجبد يقرأها كل يوم بعد الصلاة كل يوم بعد الصلاة تقرأ هذا الأذكار تربس أسبوع تقرأ وكحفة هذا الأذكار الكبار الآن واشندي يقولهم؟ الكبار اللي يراهم أميين الكبار اللي يراهم أميين ممكن نجمعوهم في غير وقت الصلاة ونعلموهم هذا الأذكار نجمعوهم شاب يجمع حولها الكبار ويبدأ يلقنهم هذا الأذكار كل يوم يعلمهم مصطر كل يوم يعلمهم مصطر ما تمر شهرين ثلاثة إلا ويتضبطوا هذا الأذكار المهم ما تبقاش جاهل بهذا الأذكار المهم ما يفوتكش هذا الفضل العظيم خمسين سنة وتصلي وانت ما تعفش هذا الأذكار أما ليعرف يقرأ الحمد لله والآن الحمد لله كين طرق يستطيع أن ينسجلوها له مثلا في الهاتف الجوال ممكن يجيب على طريق سيري يسمح كل يوم يسمح ويكرر حتى يرقو يحفظها الحمد لله اللي حارس على دينه يجتهد في بدل كل هذه الأسباب حتى يحفظ هذه الأذكار كذلك مما جاء من الأذكار التي تقال قرأت آية الكرسي آية الكرسي ما شاء الله كثير من المسلمين يحفظوها تقرأ آية الكرسي قرأت آية الكرسي بعد الصلاة سبب لدخول الجنة شوف الجنة سلعة الله تمنها رخيص تقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة فريضة تدخل الجنة قال صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنحه من دخول جنة إلا الموت فقراءة آية الكرسي احرص عليها كذلك احرص على قراءة الإخلاص والمعاودتين قل هو الله أحد وقل أعوذ بربي الفلق وقل أعوذ بربي الناس إذن نجيب الذكر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام وتكمل قراءة آية الكرسي صورة الإخلاص صورة المعودتين تسبح الله 33 سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 هذه 99 أو تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إذا قلت صبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 وقل تماماً مئاق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما هو الجزاء غفرت ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر تزبط على البحر لابغا تكون ذنوبتاً كثيرة ككثرة زبد البحر تغفر ذنوبك إذن بالله عليك هاد الأذكار شعالت تديرك من وقت شعالت تديرك تديرك جوش تقايق بعد الصلاة جيب هاد الأذكار والله هي هيبة الذي يراك وأنت تأتي بهذه الأذكار والله هيهابك تزوش تقايق تحبس نفسك إذا كنت تخدام مرتبط بعامل لا بس جيبها في الطريق وراها المشكل المرأة إذا كان عندها ولدها تردع عندها تطبخ جيبها وهي تطبخ المهم لا تفرض في هذه الأذكار لكن الشيطان يجي وإلى هنا وانترك جيب الأذكار يجي وحده يتكلم معاك وانترك جيب هاد الأذكار يرن الهاتف يجي الشيطان يذكرك في أمور الدنيا لماذا؟ يريد أن يصدك عن هذا الخير العظيم يعني تخيل تلتة وثلاثين في تلتة وثلاثين في تلتة وثلاثين تسعة وتسعين والأخرى مئة مئة يعني عندك ألف حسنة ألف حسنة ضربها في خمس صلوات خمس آلاف حسنة خمس آلاف حسنة ضعلك في اليوم والليا وننبهنا في السنة جاء التنويع في بعض المرات تقول سبحان الله عشرة الحمد لله عشرة الله أكبر عشرة بش متملش تنوع لسيما إذا كنت مزروب كان عندك ارتباطات كذلك جاء سبحان الله إحدى عشر الحمد لله إحدى عشر الله أكبر إحدى عشر كذلك جاء تلتة وثلاثين سبحان الله تلتة وثلاثين الحمد لله تلتة وثلاثين وربعة وثلاثين الله أكبر لاحظوا اللولة سبحان الله تلتة وثلاثين الحمد لله تلتة وثلاثين كيفها لكن تلتة وثلاثين الله أكبر هنا تلتة وربعة وثلاثين الله أكبر ونزيدكم فائدة أخرى جاء سبحان الله خمسة عشرين الحمد لله خمسة عشرين لا إله الله خمسة عشرين الله أكبر خمسة عشرين وكل ذلك من هذا الأذكار جاء فيه فضل عظيم جدا إذا نحرص احرص احبس نفسك على هذه الأذكار فإنها فيها فضل عظيم ماذا بينا هذا الأذكار نعلموها للأبناء تعنق ابن تعك تعلمه الحمد لله الآن في بعض المساجد وهم ديرين يعني لائحة كبيرة في هذا الأذكار ولأسف قليل يقرأ هذه اللائحة وإن كان الأفضل أن هذه اللائحة تجعل في آخر المسجد حتى ما تفتنش المصلين إذا ربه أبناء على هذا الأذكار الرب الأزوج تعني على هذا الأذكار هذه الأذكار تجيبها بأي طريقة تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر وإذا شئت سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر المهم أن تجيب هذا الأذكار هناك أدعية قال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وردت كذلك ربي قيني عذابك يوم تبعت وعبادك كين أذكار أخرى المهم الإنسان يحرس على هذه الأذكار التي ذكرتها أنا تعال اللهم أنت السلام بعد أستغفر الله قراءة آية الكرسي قراءة المعاوذتين وكذلك التسبيح والتحميد والتكبير إذن هذه الأذكار يا إخواني فيها فضل عظيم جدا لا تفوت هذا الخير على نفسك هذه معقبات لا يخيب قائلها إنك إن حافظت على هذه الأذكار تدرك من سبقك ولا يلحقك إلا من جاء بمثل ما جئت به هذه الأذكار أنا نشوف بعض الناس يبقوا في أخطاء من الأخطاء التي ذكرها العلماء وأختصر أن بعض الناس يخلي هذا الأذكار ويجيب أذكار صنعها البشر يعني بعض الناس يجيب أحد الأذكار بكين يشجع يقول هذا الأذكار من قالها؟ قالها فلان وفلان هل أترك الأذكار؟ لقالها النبي صلى الله عليه وسلم ونجيب أذكار قالها فلان أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أفضل الأذكار هي اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك من الأخطاء بعض الناس يجيبوا هذا الأذكار جماعق يقروا آية الكرسي جماعق وهذا خطأ لأن الصحابة رضي الله عنهم كان كل واحد يقرأ آية الكرسي لمفرده كل واحد يقرأها لمفرده كي يتقرواها جماعق هذي يديروا تشويش والناس اللي يجوا مسبوقين تفتنوهم في الصلاة كذلك بعض الناس من الأخطاء يأتي بهذا الأذكار بسرعة تسمعه يجيب الأذكار سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله لا ما هذا الدكر الدكر يكون يعني بتمهل سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله هذا الدكر الذي يؤثر في الإنسان هذا هو الدكر اللي يخلي الإنسان يخشى الله سبحانه وتعالى هيك بعض الناس اللحظوهم يرقزوا على الدعاء دون الأذكار يعني بعد الصلاة قهرا فاعده يدعي لا بعد الصلاة كين أذكار كين دعاء اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كين اللهم إني عدو بك من الجبن والبخل لكن بدون أن ترفع الأيدي لأنك كين مواطن لكن يدعوه نرفعه يدينا وكين مواطن تدعي بلا ما ترفع يديك كين تخرج من بيت الخالق تقول غفرانك هل ترفع يديك لا كين تخل المجدك تقول الدعاء اللهم افتح لي أبواب رحمتك هل ترفع يديك لا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فبعضنا نشوفه يذكر الله نصدقيقك ويدعي خمس دقائق وهذا خلاف السنة كذلك من الأخطاء التي نرها أن بعض الناس هداهم الله سبحانه وتعالى نحن كين ذكروا هذا الأخطاء من باب أننا نستفاده من باب أننا أخوتنا ما يعودوش يقع في هذا الخطأ لأن الدين النصيحة وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه بعض الناس كي يقول لا إله إلا الله ذا ولا شركاه يرفع صبعه وهذا يعني موردش قل لا إله إلا الله وحده لا شركة له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذا الأذكار نجيبها بيد دينا تسبح بيد دي كان صلى الله عليه وسلم يعقيد التسبيح بيده بيمينه الأفضل باليمين هذه كل وحدة فيها ثلاثة واحد زوج ثلاثة واحد زوج ثلاثة خمسطاعش يدع دخراق خمسطاعش ثلاثين مع أصبع ثلاثة وثلاثين احسب كما شئت المهم تجيب صبح الله ثلاثة وثلاثين الحمد لله ثلاثة وثلاثين الله كبر ثلاثة وثلاثين وتمان مئة تقول لا إله الله ذا ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير اعقيد التسبيح بيمينك حتى تشهد عليك هذه الأعضاء فإنهن مستنطقات أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات اللهم أمتنا على الإسلام والسنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اشتركوا في القناة